اشتركوا في القناة يقولون ان قوات سعودية تقوم بخطوات لمد انبوب نفطي لها عبر اراضيهم وهي عبارة عن علامات ونقاط اسمنتية ممتدة على نحو 30 كم داخل الحدود اليمنية في مناطق صحراء ضحية وشحر وشرق منطقة الخرقير التابعة للمهرة لربط الاراضي السعودية بسواحل بحر العرب عبر محافظة المهرة وانشاء ميناء على ساحل بحر العرب وذلك دون اي اتفاق رسمي مع الشرعية او سلطة المحلية او حتى اشعار ابناء المهرة في تعد صارخ على السيادة الوطنية حسب مصادر قبلية واظهرت وثيقة حصلت عليها الجزيرة نت رسالة من شركة للاعمال البحرية الى السفير السعودي باليمن تشكره فيها على ثقته في الشركة وطلبه التقدم بعرض فني ومالي لتصميم وتنفيذ ميناء تصدير النفط ويعد هذا الاعتصام الثالث من نوعه الذي يقيمه ابناء المهرة لوقف التمدد السعودي فقبل اسابيع اعلن وكل محافظة المهرة السابق علي سالم الحريزي انضمامه لاحتجاجات ابناء مديرية المسيلة برفقة حشد من جميع مديريات المحافظة لدعم اهالي المسيلة الذين دشنوا قبل ايام احتجاجاتهم بسبب خرق القوات السعودية الاتفاقات السابقة واستحداثها لمواقع عسكرية قرب سواحل المديرية التي يعتمد عليها السكان للصيد وكذلك قرب المراعي المهمة لهم حشد سعودي مستمر الى المحافظة تقلب مزيد من الغوات ولن تبايل الالان بهذه العتصامات السلمية ولم تستجيب لا هياء ولا السلطة الى الان وبالتالي نحن مضطرين لاستخدام كل الوسائل السلمية لإيصال صوتنا ونطالب الغوات السعودية بالرحيل من محافظتنا إذن هي حالة شك في نيات بدأت مع محاولات استقطاب رجال القبائل لتصبح موجة احتجاج ورفض من أبناء المحافظة تجاه القوات السعودية والأهداف غير المعلنة التي تواصل تثبيتها ترجمة نانسي قنقر